تأل أيضا عن الإقعاء للمصلي هل هو سنة ثابتة الإقعاء منه ما هو مكروه ومنه ما هو مستحب أما الصفة المكروهة فهي الواردة في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكل وذلك بأن ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه كالكل فهذا مكروه هذا يكره المسلم أن يفعله في الصلاة ولذلك عده الفقه من مكروهات الصلاة هناك صفة أخرى يعني يسمىها بعضهم إقعاء وهي في الجلسة بين السجدتين أن يعتمد بإليتيه على عقبيه ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عنها قال ترك السنة وهذا في الصحيح مسلم ويجمع بين هذه الحديث بأن ما ذكره ابن عباس أنه سنة لكن تفعل أحيانا على غير الغالب لأن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يفعل ذلك وإنما كان يفترش في الجلسة بين السجدتين يفترش برجله اليسرى وينصب اليمنى لكن ما ذكر ابن عباس ومن قولة ترك السنة يدل على أن هذه السنة تفعل أحيانا بأن يعتمد على عقبيه في الجلسة بين السجدتين أحيانا لكن على غير الغالب فعلى هذا يكون الإقعاء له هاتان الصفة صفة مسنونة التي ذكرنا في الجلسة بين السجدتين والصفة المكروهة التي تكون كإقعاء الكل أحسن الله إليكم الأخ عبدالله سأل